لازم محترفين كبار والنهاردة مرسل كرولة تتحدث عن هذا الامر وقال انه نادي زي النادي الاهلي اكيد هيخش سوء الانتقالات بشكل كوي جدا عشان يدعم الفريق بشكل كويس رأيي والاهلي رايح لكاس العالم للاندية محتاج يجيب مهاجم مش هيبقى من مصر طبعا مهاجم اجنبي تقيل تقيل انا مش فاكر يعني اخر صفقة اجنبية او يعني محترف اجنبي الاهلي عملوا كان تقريبا وجامد يعني كان تقريبا علي معلول وقالي وديانج وعد عليهم بقى ناس وعد قابليهم ناس ودهس كتير قوي لعبين كسر يعني كتير بلا قيمة بلا قيمة اطلاقا ما هي الكسة مش نجيب محترفين وخلاص ده ينطبق انا بقول الاهلي النهاردة عشان الاهلي وكان بلعب النهاردة ده ينطبق على كل الاندية كل الاندية بتجيه محترفين بصراحة اعلم اللي موجودين في الدور المصري اصلا يعني من لعبتنا المحلية فبتجيبهم ليه اصلا عشان يبقى اسمه اجنبي وخلاص وهو مرس الكرة قال كده النهاردة برضو النهاردة مرس الكرة عجبني جدا في المؤتمر الصحف جدا قال لك انا لما بجيب لاعب لازم يكون افضل من اللي عندي فده يخليني يبقى متطمن انه لما هيروح يجيب اجانب هيجيبهم كويسين ومتطمن عشان هيبقوا موجودين في الدور المصري اللي انا بقول لك علي منت شوية انه اللعب الاجنبي اللي يخش الدور المصري لازم يبقى كوالتي عالي عشان اللعب المصري يستفيد منه غير كده يبقى حلا بنهزر لها للنهاردة كان غريب جدا بيوصل كتير جدا على فكرة على فكرة انا عايف ان الجمهور الاهلي غضبان جدا من النتيجة بس المفروض يكون راضي جدا على الاداء يعني الاداء النهاردة الاهلي كان جيد جدا كان جيد جدا والاداء بيتقايم ازاي طب توصل قد ايه للمرمى الاهلي وصل كتير النهاردة كان بيستخدس الكرة بسرعة جدا نسبة استحواز زادت عن 70% فانا عملت كل حاجة كل حاجة والهدف اللي يدخل فيك كان من كرة سابتة وخطأ من الشناوي ونيجي على الشناوي او نيجي للشناوي عشان مش هايزاجي على الشناوي نيجي للشناوي محمد الشناوي فيش اتنين هيختلفوا انه افضل حارس في مصر فيش اتنين هيختلفوا على فكرة لم يقولي افضل حارس في مصر عشان ما تجيش تقولي لأ دلوقتي فلاذا هسن منه بكلمة لأفضل حارس في مصر على مدار الاربع سنوات اللي فاته على مجمل الاربع سنوات عشان لو الفترة دي ممكن يبقى فيه حد افضل في الفترة دي ساعة الاربع سنوات هو افضل حارس في مصر والدليل انه هو الحارس الاساسي لمنتقبنا الوطني خلال هذه الفترة الاربع سنوات غلط النهارد وانا من المؤيدين لفكرة انه اي حارس بيغلط وانا من المؤيدين لفكرة انه الحارس زيه زي اي لاعف او اي مركز في الملعب انت بيجي لك مهاجم يقعد فترة ما بيسجلش يجي لك باكرايت يبقى عنده مشاكل مثلا في التغطية يجي لك لعب وسط الملعب يبقى عنده مشكلة في الارتداد الدفاعي والهجومي تروح وتيجي